موسيقى مرحب حضرتك وشادي انترامه دي مساحة جديدة للرأي الدولة المصرية بتهدف للوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام القادم عام 2023 وهي الحقيقة قطعت في هذا المجال شوت كبير جدا على مدى السنوات الماضية لكن الصعود الصاروخي في اسعار النفط بعد طبعا الازمة الاوكرانية الروسية ساهم في تغيير كل الحسابات ده في ظل تضاعف التكلفة لمنتجات البترولية والامر اللي بيتطلب وضع المزيد من المشروعات في قطاع التكرير على خريطة الانتاج ده بالاضافة للعديد من المشروعات في قطاع بيترو كيمويات ووضعت مصر ايضا خطة لخفض الاستهلاك عبر التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والاستمرار في سياسة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ده بهدف ربطها بالاسعار العالمية حول جهود مصر للسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية تدور حلقة اليوم مشاهدين كرام المساحة ذرائي مع الأستاذ أشرف فكري رئيس تحرير صحيفة وموقع أسواق نيوز أهلا بك أهلا بك أهلا بك يعد قطاع البترول والغاز قطاعا قائدا للتنمية في كل الاتجاهات حيث يستهدف القطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال عام 2023 وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من مشروعات التكرير الأملاق الجاري تنفيذها والتي من خلالها يتم تلبية كل احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار ذاتيا وقد بدأت استماتيجية تحديث قطاع التكرير خلال عام 2018 والتي جاءت ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتمثل أهم هدافها في مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة تكرير البترول والتصنيع وأيضا التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة ويتم خلال هذه الاستراتيجية تطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تجهيلية وتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير من أجل زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تتماشى مع المناصفات العالمية مما يفتح المجال بشكل أكبر للتصدير وجلب العملة الصعبة وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبترو كيمويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز استمعنا مشاهدين كرامي هذا التقرير نبدأ حوالنا الآن مع الأستاذ أشرف فكري رئيس تحرير صحيفة وموقع أسواق نيوز أستاذ أشرف يعني في تصارع وخطى الدولة المصول إلى اكتفاء الزاتي من المنتجات البترولية في ظل كل المتغيرات العالمية يعني نشهد طبعا عندنا أزمة كبيرة الأزمة الروسية الأوكرانية وده بالتأكيد بيطل بضلاله على جميع الأسواق العالمية بلا شك الجهود الحاسيسة للوزارة البترول والحكومة المصرية والفترة الموضية للتوفير أو يعني تقديل الأسار السلبية أو تداعيات الأزمة الحرب الكورنية الروسية إلى حد ما ملموسة في بعض الأكاسين من القطاعات وعلى الأسواق البترول الفترة الماضية شهدت ارتفاع قياسي جدا في أسعار البترول ارتفع أسعار البرميل النفط الأكثر يعني من 91 دولار للبرميل إلى أكثر من 128 أو 128 أو 128 في مارس الماضي وده كان ليه انعكاس على الدول المستوردة للنفط أو للبترول تحديدا من بينها مصر احنا لابد ان احنا ندرك ان مصر مستورد صابي للبترول الخام إلى حد ما الفترة الماضية شهدت تراجع في الوفارات المالية التي كان بحقاقتها للبترول نتيجة الزيادات الملموسة في صدرات الغازة الطبيعية وإرتفاع الانتاج معامل التكليل المصرية من المنتجات المقررة من الخام المستورد الخارج لكن الأزمة لحد ما أعشار لها وزير البترول في اكتماعه لأزواء الحالي في نجلة الطاقة في مجلس النواب أو أعطاق مجلس الشيوخ وأكد من خلاله على السيناريوهات المقبلة لا تبشر من الأنواع التفاول فيما يتعلق باستمرارية تعقيق قطاع البترول ووفر أو العجز الفائد البحارة كل الفترة التي فاتت للمزانية الدولة نحن عندنا لحد ما ارتفاع كبير في فترة استيراد الدولات البترولية السورة والبنزين نحن حتى الآن باستور جزء من كميات المستهلكة في السورة المحلي نتيجة ارتفاع أسعارها على مستوى العالم لأنها مرتبطة أصلاً بأسعار البترول الخام في السورة العالمية المؤشرات بتقول أن الفترة الحالية ممكن نوصل لأكتر من 11 مليار دولار استيراد منتجات البترولية والخام البترول خلال 2022-2023 لو استمرت الأسعار البترول على هذا الملوان سيؤشف يعني حدثك قلت أن هناك جهود تبدل من قبل الدولة في هذا الإطار لكن في نفس الوقت برضو قلت أن هناك مؤشرات عالمية يعني ليس لا علاقة بمصر على حدة بشكل محل مؤشرات عالمية بأن هناك عدم تفاؤل في هذا القطع المحاور التي اتخذتها الدولة المصرية حتى نستطيع أن نواكد ما يحدث عالمياً أبص على مستوى قطاع البترول اللي أنا أكلم حضرك على أن وزارة البترول استطاعت خلال الفترة الفترة التهمية تضع بعض الحلول اللي هي تقدر نقلل من تدعيات السلبية للأزمة الحالية على رأسها إقامة مستوضعات تخزين المواد للنفط على سومد وإسكندرية ورفع الطاقات التخزينية في بعض المناطق مثل الصحراء الغربية دي وفرت لحد ما احتياطي ثلاث شهور كانت قادرة على أن يتوفي احتياجات السوق المحلي بدون تدعيات سلبية على الموزن العامة للدولة أو بدون تدعيات سلبية على مصر لكن استمرار طاقة الأزمة حيأثر بلا شك على قدرة وزارة البترول وحكومة مصرية على استخدام هذه الاحتياطيات ثانياً كانت عندها قدرة عدمية تستخدم المخزونات الاستراتيجية من السولارة والبنزين الموجودة في بعض المناطق بطريقة مرنة كذلك تنويع مصادر الاسترات كان برضو لحد ما ساهم في تقديد الأزمة احنا الحمد لله انكشفنا على روسيا يعني ضئيل جداً فيما تعلق باسترات الخام 3% فقط من تقديد نعترض على من على دور الخليج العربي تقديد السعودية والكويت والإمارات والعراق والعراق أصلاً كان مفترض فيه عائد مستمر مفترض وجدد في يناير الماضي عقود أجيلة يعني عقود بتدي تسهيلات للحكومة المصرية في السداد يعني لحد ست شهور أو سنة أو سنتين كذلك يحصل في بعض العقود كذلك مع القويت والسعودية والإمارات لكن الفترة الماضية لما شاردت ارتفاع القياسي في أسعار البترول العراق فضل أنه يستدر الكميات المخصصة لمصر مقابل أنه يعني يدد التعاقود وده مش ده من حقه طبيعياً لكن احنا الحد ما مكتفيين فيما تعلق باستراد الخام لذلك الخام ده بتحصل على مصر بالسعر العالمي هي الإشكالية الارتفاع القياسي في أسعاره أنت حضرتك حتى في الموازنة العامة للدولة 61 دولار للبرميل سواء المنتج محلياً أو اللي بتستورديه النهاردة 128 و123 دولار من البرميل يعني فيه أكثر من 100% يرتفع القياسي في سعر وده بيقصى بشكل كبير أوي يعني أي دولار بيرتفع في سعر الخام إذا عن المستهدف في الموازنة العامة للدولة بيحمد الدولة 2.4 مليار جنيه يعني فتخياري 60 دولار في 12 و14 هيبقى رقم إلى حد المال كبير أو إحنا فيه خاف جديد أن دعم المنتجات البترولية يظهر بشكل قوية في نهاية السنة المالية الحالية برغم أن نصر كان بتحاول بقدر أن تقلل أو تقلس هذه المخصصات الموجهة لدعم المنتجات البترولية وتوجهها لقطاعات حيوية زي التعليم مستحة والبنية التحتية أستاذ أشرف وزارة البترول منذ فترة أعلنت أن هناك خطة لفكرة زيادة مناطق البحث والاستكشافات البترولية في مصر ده تماماً بيأثر جامد ديني إنه لو أنا عندي مصادري فأناحب عندي على الأقل نسبة كبيرة جداً من الاستراتحة تقل مزبوط الموضوع للأسف المرتبط بفترة زمنية دورة ريسايكل في البحث والاستكشاف والتبنية والإنتاج بتستغرق ما بين 3 إلى 5 سنين فأنت بتتكلم على وقت حالي فيه أزمة عنيفة على مستوى العالم ومستوى المصر الموضوع اللي بتقول فعلاً طرحت مناطق كثيرة أول فترة اللي فاتت لكن إنتي بتتوقعيش الإنتاج يكون حالي في بعض الأشارات بتقول إن المناطق اللي تمتها سيتا من 3 إلى 4 سين بدأت الإنتاج بدأت تدخل على التنمية بدأت تكون فيه حفر بشكل على الأقل يا أستاذ أشرف أنا عندي يعني خطة إن ما كانتش قصيرة المدينة طويلة المدينة مزوط مزوط شيء بالاكتفاء أو جزء من الاكتفاء الذاتي ما بقاش معتمدة بشكل كبير بص حضرتك أنا عارض بالسفراء هنا الاكتفاء الذاتي في المنتجات البترولية دي محورين انتي حضرتك الاستهلاك اليوم من مصر من الخام البترول بيوصل لأكتر من مليون برميل الانتاج الإجمالي لمصر من الخام والمتكسفات الطبيعية ما بتجوز 600 ألف في فجوة أو أكتر كمان دي بتستوردها حوالة البترول لما بتتكلم عن الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية هو بتقصد الصلاة للبنزين والنفطة والمتجائز اللي يتم تكريرهم عن طريق استيراد الخام يعني احنا برضو هنزل لمستورة خام من الخارج حتى بعد 23 لان احنا انتبنا اليوم من البترول ومتكسفاتنا ما لا يكافيش احتياجاتنا اليومية يعني احنا دائما بيقول ان قطاع البترول او مصر مستورة صاف للبترول لكن مصدر صاف للغاز الطبيعي لان احتياجاتنا في الغاز الطبيعي بنقدر ننبيها وبنصدر الفائل بنستفيد من العوائد الخاصة بها في تقليل الحرب من التأثيرات السلبية للنقص البترولي من المنتج في السوق المحلي ساس اشوف احنا يعني منذ سنوات طويلة يمكن من سنة 91 لما كان فيه ريديو جينايرو في المؤتمر العالمي وكان فيه توصيات بفكرة انه الطاقة الجديدة المتجددة كبديل للطاقة اللي هي التقليدية اللي احنا عارفينها مصر لديها غاز لديها رياح طاقة رياح لديها شمسية بالتأكيد الطاقات او الطاقة المتجددة في مصر ممكن تقوم دور في سد هاي الفجوة يعني مصر حضركة هو الموضوع دايما في مصر ولحد ما بياخد نوع من انواع الاهتمام عندما تحل الازمة يعني لو تتذكروا لما كان فيه نقص في الطاقة والكهرباء بدت الدولة تتوجه بقوة لمصادر الطاقة المتبددة على رأسها الطاقة الشمسية وشفنا مضمنا عبدانيبان في عسوان اللي هو من يعتبر من اكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم هي المفترض ان احنا لكن لما هديت اسعار البترول ونتيجة ازمة كورونا ونتيجة الارتفاع الانتاج من الوزطة به الى حد ما الاهتمام قلي احنا محتاجين من البدارات مستمرة ودائمة فيما تعلق بانتاج الطاقة من مصادر طبيعية او طاقة متجددة زي الشمس وزي الرياح وزي الرياح يعني فيه مصادر كتير او ما احنا عندنا اكتر من مجال يقدم نوفي جزء برأو من الطاقة القهربائية للسوق المحلي فيه على رأسها مثلا قامت من جمعات تانية زي طاقة الشمسية زي بانيبان الاصراع مثلا بإقامة المجمعات اللي هي انتاج الطاقة من الرياح في جبر الزيت فيه اماكن كتير او احنا لابد ان احنا نضع استراتيجية قومية هي مبورة لكن الزخم دايما بيقل نتيجة توفر البداية عندما تختاف البداية اللي يتم يكون البداية مثلا مش على قدر المستوى من الدرجة الاقتصادية بنقل الاهتمام لا احنا لازم نكون عندنا مشروع قومي لا اهتمام بهذه البداية انا هستزمك استاذ اشرف استأذر السادة المشاهدين نطلع مشاهدين كرام نتابع هذا التقرير في ملخص لما جاء في صحف اليوم حول هذا الموضوع نبدأ جولتنا الصحفية من المصر اليوم المهندس طارق الملة وزير البترول يقول ان العالم يواجه تحديات في ظل الازمة العالمية وقطع البترول يجهج نفسه للتعامل مع هذه الازمة العالمية وهناك ثقة في هذا القطاع لتجاوز التحديات الكبيرة وان نكون على مستوى التوقعات وتأمين قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية في اخبار اليوم تميم عزمي يؤكد على اشادة المؤسسات الدولية المختلفة بانجازات مصر في مجال الطاقة مشيرا الى تأكيد منظمة اوبك ان مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزا اقليميا للطاقة ولاعبا عالميا في صناعة الطاقة وذلك بفضل اكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة جريدة الدستور الدكتور ماهر عزيز استشار الطاقة والمناخ والبيئة قال انه على الوزارة تعاقد مع الدول المصدرة للبترول الخام بغرض التصنيع والاسالة مقابل الحصول على جزء من المنتجات البترولية مضيفا ان مصر اذا تمكنت من زيادة القدرة التكرارية لها تستطيع وقتها استقبال بترول خام من الدول المنتجة وتحقق بذلك الاكتفاء الذاتي المطلوب من المنتجات البترولية اليوم السابع مروى الغول اشارت الى نجاح مصر خلال اربع سنوات فقط في التحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي الى دولة مصدرة وذلك بفضل استراتيجية العمل الطموحة لقطاع البترول والغاز من خلال تكثيف اعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية للبحث والاستكشاف والتنقيد وهي ملحمة غير مسبوقة شهدها قطاع الطاقة في مصر انا دي الأسرع وابسط قدرة رجلنا لكم مرة اخرى مشاهدين الكرام وعودة لحديث مع الأستاذ أشرف فكري رئيس تحرير صحيفة وموقع أسواق نيوز أستاذ أشرف فكرة ان مصر تتحول لمركز اقليمي الجزئية دي احنا بقى فاترة بنردد هذا المصطلح لكن عايزيني نستوضحه قدام الناس انه مركز اقليمي انا كمصر هستفيد ايه؟ ايه العوائد اللي حتبقى حتترجى علي بيه وده يأثر ازاي سلبا او ايجابا على فكرة انا استرادي بكام يأثر في موازنتي العامة الى اخيره بصحة المركز اقليمي للطاقة تمسى في المصر تبقى محور لتبادل منتجات البترولية والغاز الطبيعي في دول البحر المتوسط احنا عندنا مثال تركيا وعندنا مصر ديواتي بتحاول بقدر الامكان هي تستقطب اهتمام كبار مؤسسة تموينة دولية والدول المستهدكة والدول المنتجة للبترول احنا كان عندنا تبرية برائدة في بداية السابعينات او يعني اواخر السابعينات حتى سند اللي كان بيمثل الشريان حاول لنقل النفط العربي من السعودية والكويت والامارات الى ميناء اسكندرية وبالتالي تصديره الى دول العرب والتحديد عند دول الاوروبية بدلا من نقله عن طريق النقلات عبر قناة السويس يعني كان بيوفر يعني كبيردي نزل مصر تستوفي احتياجاتها من بعد هذا النفط في حالة تعاقدها مع الدول العربية وفي نفس الوقت تستفيد من حصول على رسول نتيجة نقل هذا الخام من وإلى مصر فيما جاءت علاق بمركز الاقليم للطاقة بتتمح ان هي تبقى مركز لتصدير الغاز تصدير البترول تصدير الطاقة الكهربائية عن طريق خطوط الربط المرتبطة ببعض الدول العربية وبعض الدول الاوروبية مثل اليونان وقبرص احنا عندنا قدرات وتسهيلات فيما تعلق بالغاز الطبيعي عندنا مجمعين لتسهيل غاز الطبيعي يعني واحد في اتك وواحد في ضبنات قدرة الاستثمارية تتعزم او تعزمت خلال الفترة الماضية مع ارتفاع اصعار الغاز واصبحوا محط نزل للدول المنتجة للغاز في دول البحر شرق البحر المتوسط تحدي ممكن اسرائيل اليونان وقبرص بتستفيد من خلال النقل لهذه الغاز المنتج دليهم عن طريق خطوط انابيب الى عزيل المجمعات التي تسهيل الغاز وبالتالي تصديرها للاوروبا احنا بنستفيد حاجتين حاجة الاولى نبا نوفي احتياجاتها من الغاز في حالة رغبتنا من هذه الدول اقامة صماعات ممكن نعمل صماعات على الغاز بنصدر وبناخد رسول نتيجة التسهيل الغاز الطبيعي ونقله وتسهيله في مجمعات الاسانة الى حد ما هذه الخطوط هذه الفكرة بتبقى محور الى حد يعني محور اهتمام عالمي في الوقت الحالي اللي هو بنشد فيه الازمة الروسية الاخرانية اللي هي مؤثرة على سوء الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الاوروبي وانه هي بدأت توضع اه 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 تركيزها على بعض الدول المنتجة للغاز في الدول الشرق البحر المتوسط زي مصر وجزائر وده برضو امتدت الاهتمام ده لنيجيريا وموزنبيق وكل دي هتحتاج تسهيلات في مقل الغاز وتسهيله احنا الحمد لله عندنا الوحدتين الوحدات التسهيل الوحيدة اللي اعتبرت في شرق البحر المتوسط صدق شرف يعني رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قال واعلن انه يعني فيه برنامج لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والعماء واللي بتشتغل بالغاز الطبيعي ده ممكن يساهم بشكل كبير في فكرة اننا ما بقاش عندي طلب متزايد على المنتجات البترولية بالتأكيد احنا عندنا قصة نجاح فيما تعلق بتحويل السيارات العامة بالغاز الطبيعي احنا بعد الدولة ما ادركت ضرورة تقديم حوافز للمستهلك او صاحب السيارة لتحويل السيارة اصبحنا عندنا 430 الف سيارة حاليا بتعمل بالغاز الطبيعي وده رقم كبير اوي يعني كانت من حوالي عقدين كانت مصر ضمن 10 الدول الكبار على مستهل العالم في مجال تحويل السيارات لكن بتراجعني نتيجة ان كان سعر البنزين هو نفسه المساوي لسعر الغاز فانكانش فيه دافع للعمير او صاحب السيارة من يحاول سيارته للعمل بالغاز وبالتالي ده اثر على انتشار الخدمات للمحطات التامنينية اللي عاملها بالغاز الطبيعي لكن لما شفنا حوافز وشفنا اهتمام بين الوضع الرئاسية اصبحت عندوزات البطول خطة طموحة للوصول بعدها للمحطات لالف المحطة وصلنا تومين واربعين محطة حاليا وده رقم كبير اوي كان عندنا 220 الف سيارة دواتي في خلال سنتين او سنة واحدة حوالنا 160 الف سيارة جديدة يعني نصف داقة من امتحاقة من ساعة بدء خدمة في مصر فده أرقام كلنا ويتؤشر على ان احنا ماشينا على الطريق الصحيح يعني لحد ما ده وده سيأسرع على يعني اي سيارة البديل خاص بيها البنزين او السرار لما يستخدم غاز طبيعا الارخص والاوفر والاقصر توافقا مع البيئة ده بأسرع بسيب ساعة شايف يا فتاة أرشوف ان ليه مفيش اقبال من المواطنين يعني ليه موظم الناس اللي حولت هي مثلا سيارات الأجرة العربية النائلة لكن سيارات الملاكي يعني لازم يكون في فرق السعر واضح وملموس ما بين سعر البنزين والسرار وسعر الغاز اه اه مستخدم فيه او حتى سعر الكهرباء اللي حتستخدم فيه شحن محطات الكهرباء لان انت في الو في الاخر العمل ببص استفادته من التحويل هل هو حيستفيد او مش حيستفيد لو حسن هو حيوفر ووفر مثلا 30% من الفقه على تنوين السرارة باقود التقليد اللي هو بنزين او سرار حيبقى عنده اقصر حمس التنوين ووفر ده احنا محتاجين زي برامك توعية للناس انت بده ما تدفع 100 جنيه هتدفع 30 جنيه هتدفع 50-60 حيحسبها 2 سنة حيلا نفس هو كسبان فهيوسار بزمو بده ما نشمع 1000 جنيه حتى وعن التالي ما هو توفير المحطات اللي خاصة بالتنوين سوى الكهربائية او الغاز في اكتر من مكان واكتر من موقع حيوي بيأصل على استخدام العميل لاخرنا هايبقى بنسهل جدا ان هو يحول عربته للعمل بالغاز الطبيعي او بالكهرباء الناس ممكن بتسموني استاذ اشرف يقولك احنا عندنا حقل الزهرو ومع شركة ايني الاخره ومفوض ان انا عندي كم كبير جدا من الغاز اللي الناس يعني ما بتستخدمش الغاز بديل يعني ما بشوفش ده انه يوم احنا يعني احنا يخص انه حتى اي استخدام ان الغاز الطبيعي يتعلق برؤية واستراتيجية البلد فيما يتعلق باستخدامه يعني احنا نفس الامر اذا كنا النهاردة احنا نبقى مرسوط يا بيو استاذ اشرف اندخلته في البيوت وبدأ مقاش فيه انا بيب مغزم مصر بيات بقى كلها شغالة بالغاز الطبيعي وحلقة انتخذ ده من الجزء الملنوس للمستهلك اللي هو الحاجات الخاصة بالاستهلاك الغاز الطبيعي انه هو مبتبط بالسيارات والتعامل معه مثلا البيت او الطهية احنا برضو عندنا مشكلة فيما تعلق بان الغاز الطبيعي ده دي صاروق قومية لابد من ان احنا نضع استراتيجية قومية فيما تعلق باستخدامها وتوظيفها في المجالات الاكتر حيوية على سبيل المثال احنا فترة الفاتت مسرح حقاقة اكبر من مو في صدوات الاسميدة بيوتور كمئوريات يعني من حد الواب بستة وخمسة او اسبتة احنا لا بد ان احنا نضع في نص به عنها ان التصنيع هو اساس استخدام الغاز الطبيعي احنا مبقاش مبسوطين من احنا بنصدر مثلا 4 مليار دولار فالربع الاول غاز طبيعي ده مش مجال ده نقول ان ده ايجابي هو ايجابي في الاحزة اللي انت ما عندكيش طاقات تصنيعية تستوعب هذي الكمية من الغاز لكن احنا لابد ان احنا نضع ان احنا ننفكر ازاي ونعزم من استخدامه يعني تركيا على سبيل المثال حضرت لو رحت تركيا بتصمع شاشات اللد عن طريق الغاز طبيعي ان يكون لابوت الكمية بدان ما بتشتريها بدان ما هي بتاخد المليون الوحدة حواليها مسلا بتستوريها بخمسين دولار لمنوع لك ان بتطلحها منتج نهائي بيسوي اكتر من 1200 دولار يعني احنا لابد ان احنا نبص على الجزء ده احنا لابد ان احنا نبص على التصنيع ونبص استخدام الغاز الطبيعي ده في مجالات تصنيعية ده اللاجئ بعدين احنا قعد حاليا بنصدر كتير عشان نقل تأثير السلبي لاستيراد المرط لكن التساول اللي مفترض نفرضه على نفسنا كلنا واللي هو دايما وهو حاكم حاليا نحططه في مسبق الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة لما هي الاساس في النمو صحيح يعني على ذكر القطاع البيترو كيمويات يعني تأثير من قطعاته مصر في هذا القطع من انجاز وحقاقت فعلا خطوات واسعة وكيف يمكن ان نستغل هذا التطور الملحوظ والشروط الكبير يتاخذ في هذا المجال القطع البيترو كيمويات هو الفترة الفترة فعلا شهدت خطوات ملحوظة لتعظيم المشاريع او زادة المشاريع للمنتجات البيترو كيمويات لكن لابد ان احنا نحط رؤية اوضح وافضل لان احنا حتى الان في بعض الصناعات بتحتاج بمواد خام لو بصيتي على قائمة الوردات اللينا الخاصة بها السنوية هتلاقي فيه وردات كتير اوه ممكن احلالها بتصنيع محلي وخاصة بمترو كيمويات يعني على سبيل السال انت حدق كنت قرأتي خبر اللي هو احنا مصر تستورك بمئة مليون دولار اللي هي اساتيب بتاعت اللي هي اللي تتحط في الروزة بتاعت دي ممكن يتم انتجها بسوك روزة بالفروزة بالفروزة نفسنا نبليكم الاساتيب احنا محتاجين حاجات نبص على قائمة الوردات ونشوف الوردات اللي ممكن تصلحها في السوق المحلي ونبص على اللي هينا ممكن شركات الوردات مسأحنا بتالي استاذ اشرف ان في خطة طموحة للدولة في القطار ده الوقت فيكتل التصنيع الوقت هو الوقت العب من حركة الازمة الالكوروناية لو كانت جات وحنا كنا سابقين في المعارضة وحنا كنا سابقين في المعارضة ما احنا لا كنا سابقنا وكنا حطينا وكنا بدأنا نحط الموضوع ده من 2018 كنا زمانة بدأنا نجني اهنجنينا في بعض القطاعات التحديدة الأسمدة يعني مصر بحقيقة ارباح مهولة او عائدات مهولة ما تيجد التصدير السمال لكن ده مرتبط بالسعر مش مرتبط بالكمية المصارع مجودة زمانية ما فيش انشاء مصارع جديدة حتى الان يعني ما فيش مصارع جديدة دخلت الانتاجية اللي هو حاجة الوحيدة المموسة في قطاعه بس نبقى اللي كان مصارية للتكريك التكريك دي الحاجة المموسة للخبار اللي هي او فعلي ما الفرط يعني جزء بير اوي من احتاجاتنا من الصواري وبنزيل السوء المحلي لكن احنا في حاجة ان احنا نبص القدام شوية يبقى تنوحنا اكبر من كده طبعا ذكر مشاعات التكرير يعني قراءتك إلت الاستراتيجية الدولة في هذا المجال في تنفيذ مشاعات التكرير والالتزام الضقيق بالبرامج الزمنية لهذه المشاعات لا لا على مستوى عامل التكرير هناك طفرة ملموسة في التحديث وتطوير معامل التكرير على سبيل المثال يعني في الفترة احنا احنا شايدين اكتر من اربعة وخمس مشاعات تكرير ضخمة بدأت بافتتاح الشركة المصرية للتكرير في المسترد حيتم افتتاح بشكل نهائي معامل تكرير توسوعات معامل ميدور في 2023 عندنا معامل اصيوت توسوعات بتاعته اللي هو انتاج الصوار الحمد لله بدأت العمل عندنا معامل انوبيك اللي هو اكبر مجمع لانتاج البنزين عالي الاكتين في الصعيد اللي حيروفي احتياجات الصعيد كلها من البنزين باختراف ادعاء بدأت النقل وطاب بدأت العنابيب عندنا تطوير معامل السويس ومعامل النصر عندنا يعني عندنا فعلا وعندنا كان المجمع انتاج البنزين والصوار في شركة انيربيك في اسكندرين اللي فتاتها هو الرئيس يعني عندنا مشروعات متميزة في مجال التكرير تحسب القطاع بتروح مشروعات متميزة في مجال التكرير اذا ما هي مكانة مصر على المستوى العالمي في يعني بعد كل هذه المشروعات الخاصة بالتكرير الان بيشوفنا ازاي ده؟ احنا بيحاول قدر امكان لتحاول مستورد لمنتجات الترونية زي ما حدوك قلت في 23 صدار البنزين ومفتا يعني الى دائما ممتاج لهذه ده هيأثر على سوق العالمي مثلا قدام بتطوك الناس كدية من هذه المنتجات الناس بيتبص على فكرة ان انت بتعتمد على نفسك بشكل مستقيل حاليا في الانتاج وعندك قدرة ان انت تصدري اللي احتياجات بعض الدول الاوروبية بالمواصفات اللي هي احسن مواصفات بيئية على مستوى العالم سواء من معامل ميدور او معامل مصرية التكرير وبتحاول تتواكبي بمعامل التكرير الاخرى ان تشتغل بمعايير الخاصة بالاتحاد الاوروبي او المعايير العالمية في انتاج هذه المنتجات طبعا بمسطول ما ببقى مازلت يعني فخر او مازلت اعجاب ان الدولة دي كبت في يوم الايام مستوى بالنسبة تلاتين او اربعين في المدى في الصلاة البنزين اخيرا او استاذ اشرف مستقبل هذا القطاع في مصر لا طبعا القطاع بطلوب من القطاعات الواعدة والقطاعات المتميزة في الاداء لانه يعتمد على تعاملات منظمة ودقيقة منذ العقود فيما تعالق بالشركاء العياني فيما تعالق بالادارة القائمة عليه فيما تعالق بالتعامل مع المشاكل فيما تعالق بالتحديات الناس عاملين شهر المنتميز جدا يعني في فصل الماضية يحسب لهم بقيادة وزير البترول والمجموعة الموجودة لحد ما من الموجودين في هيئة البترول او حتى في الراسة كل الابناء القطاع البترول بيعملوا بشكل لحد ما فيه ادراك للتحديات التي تواجه البلد انا مهمة اوي متفائلة وانهي واختم لقائنا بهذه الكلمات اللي هي بريقة امل كبيرة خاصة بقطاع الطاقة في مصر وبشكرك شكر جزيلا استاذ اشرف فكري رئيس تحرير صحيفة موقع اسواق نيوز شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة وشكرا لحضرتكم شديدين كما انضمتم في رعاية الان اشتركوا في القناة